وغرامات التأخير لدفع الضرائب لماذا زالها حاليا؟ وهذا والسؤال يسألتك عليها منذ قبل نحن باش نسندو هاد المؤسسات حتاني رغم انه حقة رقم الاعمال وحقة ارباح بما انها عندها مشكل في السيولة لازم تدفع الاجور لازم تدفع اعباء اخرى هناك منها التي طلبت بتأجيل التصريحات والمديرية العمل للضرائب وزارة المالية من خلال المديرية العمل للضرائب اخذت قرار بتأجيل هذه التصريحات ورئيس الجمهورية اخذ قرار بإلغاء غرامات التأخير في التصريح وغرامات التأخير اخذت قرارات التأخير وغرامات التأخير اخذت فوغرامات التأخير